اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل خطوات جدة بتخطوها مصر نحو التحول للطاقة النظيفة ومن المشروعات المهمة جدا اللي بقت جزء من مشروعات حياة كريمة هو مشروع وحدات البيو جاز بالقرى والنجوع واللي نجحت في توفير غاز بديل البتجاز في المنازل ده غير الغاز الطبيعي في الوقت اللي التخلص من مخلفات المزارع بيكون صعب بدأنا نستخدمها تفاصيل أكتر معنا الدكتور أحمد فاروق البري المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا فندي يا أهلا محضر هل نوضح للناس الفرق بس في البداية كده ما بين البيو جاز والغاز الطبيعي هو الغاز الطبيعي ده اللي بتوصل في أغلب المدن والأماكن يعني ده مكون المكونات بتاعته مختلفة مختلفة أكتر عن الغاز الحيوي اللي احنا بنستهدفه في مؤسسة الطاقة الحيوية لأن الغاز الحيوي المكون الأساسي بتاعه الميسان وسان أوسيد كربون ده بيطلع في الوحدة ممكن المستفيد بيستفيد بهذا الغاز بأنه يستخدمه في البتجاز كبتجاز عادي خالص بنغيره بس الفونية بتاعته يستخدمه في التدفئة ممكن في الوحدات الكبيرة يتحول الغاز ده إلى كهرباء بالإضافة لكمية سماد كبيرة جدا بتطلع من الوحدة كافية لتسميد 3 أو 4 فددين طول العام دكتور لما نقدر نقول أن في أماكن بتكون أقل حظا في توصيل مثلا أنا بيبقى الغاز أنه صعب جدا أنها توصيلها وستبقى تكلفتها عالية جدا على الدولة وعلى المواطن كمان في نفس الوقت فأعتقد ده الحل البديل اللي حيتم اللجوء دي في الفترة القادمة نقدر نقول أن المناطق دي بيتم تحددها على خريطة مثلا لمصر ولا أنتوا بتختاروا الأماكن دي سي بالضبط إحنا في تواصلنا مع الإخوة المسؤولين عن موادرة حياة كريمة تبقى لنتوجهات السيد الرئيس ومعالي الوزيرة بنستهدف الأماكن اللي مش موضوعها في خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي لأن ما ينفعش أعمل وحدة أكلفها 14-15 ألف جنيه ومنتظر أن الغاز الطبيعي يخش في المكان أو في القرية وبالتالي مش هيكون لها جدوى المواطن نفسه أو المستفيد مش هيستخدمها فإحنا بنستهدف الأماكن البعيدة عن خطة الدولة للغاز الطبيعي ودي في الغالب بتكون الأماكن اللي هي مضطرفة شوية أو في النجوع ولازم يكون كمان المستفيدة عنده 3 ربوس مواشية على الأقل لعشان يقدر يعمل تغذية للوحدة يحصل لها استدامة وإنتاج الغاز والسمات عظيم الوحدة دي بتبقى بتاعته هو؟ ملكه بتبقى ملكه ملكه طبعا هو اللي عندها تكلفتها؟ تكلفة إنشاءها؟ تكلفة الإنشاء حوالي 14-15 ألف جنيه عندنا أكتر من طريقة للمستفيد يتعامل إزاي بعض الجهات المنحة بتجي لنا زي بعض البنوك مثلا الموجودة الاستثمارية في مصر أو منظمة العام الدولية وجهات أخرى زي برنامج المنح الصغير ومتوسطة بيجوا عندهم فند أو منحة جيالهم عشان تنفيذ وحدات بايو جاز في بعض القرى دي بتبقى فور فري مجانية يعني بنستفيد بس من المستفيد إنه هو يساعدنا في العملات المساعدة سواء في الحفر سواء في إنه يقف مع البنوك وبيناول ودي حاجات بسيطة حاجات بسيطة وبشركه معايا بحيث إنه هو ما يحسش الموضوع جاي خلاص ببلاش كله يعني فما يفرقش معايا بسيطة وما يفرقش معايا خلاص بسيطة بالضبط إنما الوحدة كلها بتبقى متكاملة المباني التوصلات الغاز البوتاجاز نفسه بيبقى مجاني والمطور بتاع إخراج السماد أو التحريك السماد يعني بحيث إن الوحدة متكاملة لو هو يعني حب يستفيد منها استفادة كاملة لمدة 15-20 سنة بيحملهاش أي مشكلة لا هيعوذ غاز طبيعي ولا هيعوذ أنابيب بوتاجاز ولا هيصرف قليه مع الكلام ده كله بالضبط بنروخ المشية بالضبط بيتدرب طيب عشان يتعامل مع الوحدة طبعا طبعا إحنا بنستمر معاه لمدة سنة ندربه على كل حاجة لو التغذية نوعيتها إيه السماد عايز ينضف عليه مية ولا المية كانت كتيرة الخراطين فيها مية يبدأ يصفيها بنستمر معاه لمدة سنة بحيث إنه هو يتطمن تماما إن فيه ناس كانوا وقفين في ظهره بيساعدوه في هذه المنظومة وهو مجرد ما بيستفيد أو بيحس إنه هو الوحدة دي وفرت له مثلا أمبوبتين بوتاجاز كان بيستخدمهم في الشهر ويمكن في بعض الكرة زي ما خدرتك عارف قد يجد صعوبة في الحصول على الأنابيب بالإضافة إلى سماد بيكفيه لثلاث كمية يعني الكمية اللي بتنتج من خلال مثلا روث ثلاث رؤوس ماشية تقريبا تعادل أمبوبتين متجاز تقريبا تقريبا بالإضافة لكمية سماد حيوي خالي جدا من الأمراض ممكن يكفيه لتسميد ثلاثة فدان طول السنة المشروع يعني متكامل بيعمل أكثر من حكتيه بيطلع غاز وبيطلع سماد حيوي كويس أوي كويس أوي جدا طيب استخدام السماد ده بقى بيتم برضو يعني كمالة التكامل اللي بيحصل بين مختلف الوزارات والهيئات هل بيتم بقى توجيه طريقة التسميد يعني في حد من مزارة الزراعة أو من الوحي الزراعية مسؤول عن أنه يقول إحنا في الفترة دي حنحتاج سماد كذا حنبطل كذا ولا إحنا بنسيبها بقى لخبرة المزارع نحن بنبقى مشاركين معانا الأخوة من مديرات الزراعة ومسؤول إرشاد بحيث أنه هم برضو المواطن ما يقدرش مرة واحدة يمنع السماد الكيماوي يحط سماد حاوي بيبقى فيه توازن يعني فيه بالانس كده بين السماد الحاوي والسماد الكيماوي اللي هو العادي الحد ما يتخلص خالص من السماد الكيماوي لو هو عالس عظيم نتكلم عن الفايدة البيئية إيه اللي هيعود علينا بيئيا من وراء هذا المشروع الحقيقة المشروع ده بيضرب كزع صفور بحجر واحد أولا بيخلص المزارع من الرؤس اللي كان بيعمله مشكلة والمخلفات العضوية اللي ممكن تكون موودة عنده والجديد كمان أنه ممكن يضيف عليه بعض المخلفات الزراعية ولكن لازم تتفرن بطرقة معينة دي جزئية الجزئية التانية يتم التدريب عليها الطريقة المعينة طبعا الجزئية التانية أنه بيطلع له بقى غاز الحيوي اللي بيستخدمه زي ما قلت لحضرتك ممكن توفر لأموتين بتجهز تمانهم مثلا 150 جنيه أو 200 جنيه في الشهر وكمية سماد كافية لتسميد الأرض الزراعية يمكن كان بيجد صعوبة شوية ببعض الأحيان أنه يتحصل على السماد الكيموي فإحنا فيه أكتر من استفادة في نفس الوقت للفلاح وللبيئة إذا كانت المخلفات الزراعية كانت هتتحرق هو استفاد بيها إذا كانت بتطلع في الجو وتأثر طبعا على التغيرات المناخية طبعا زي ما حضرتكم عارفين توجهة سيادة الرئيس أننا كلنا نشترك في موضوع الكاب 27 أو مناخ المؤتمر اللي هيتم إن شاء الله في شرم الشيخ في نوفمبر القادم ودي بتعتبر أحد المشاريع الوعدة في الاستفادة من المخلفات وتقليل المبعثات الغازية نستطيع أن نقول أننا وصلنا لكام واحدة دلوقتي موجودة عند المزارعين نحن نفذنا أكتر من 1600 واحدة لحد دلوقتي إن شاء الله في أماكن فيين؟ بالضبط كده السنة دي والسنة اللي فاتت منفذين أكتر من 250 واحدة منركز على القرى في أي أماكن؟ الحقيقة اشتغلنا في المينيا محافظة المينيا اشتغلنا في محافظة الصهاج اشتغلنا في لقصر اشتغلنا في الفيوم واشتغلنا في محافظة الغربية ومركزين أكتر على القرى الخاصة بموادرة حياة كريمة طيب عظيم بنتابع بأزيل وحدات احنا عملنا 1600 واحدة عشان مسألة الصيانة في بعض كلمة متكلم في غاز برضو طبعا والحقيقة بنتابعها طبعا ده من دورنا الأساسي إن احنا بنتابع أزيل وحدات يعني كل فترة بنبدأ نعمل جدول زيارات للوحدات القديمة بحيث إن احنا نتأكد إن فيه استمارية في تشغيلها ولو المواطن نفسه محتاج أي استشارات أو خلافه بنقفزها له أو بنبقى معاه بصفه مستمر الوحدة دي بتكون سبتة ولا متحركة في مكانها يعني هل قابلة إنها تبقى موجودة عند بيت ولو فيه مثلا ورشة في المناطق النائية قريبة من البيت هل يتم برضو التعامل معها بنفس الشكل ولا هي سبتة في مكانها ده سؤال جميل الحقيقة الوحدات الأساسية اللي احنا بنشتغل فيها الوحدات اللي بتتبنى تحت الأرض بيتفحر لها أبعدها تقريبا أربعة فأربعة وعمق حوالي مترين ولكن الأرض ممكن يستفيد بيها يزرعها الزراعات حتى يعني احنا بعد ما بنبني الوحدة بنغطيها بنردمها بيزهرش منها بس إلا المكان اللي بيطلع منه مصورة الغاز وبالتالي ممكن يستفيد بيها أي استفادات ما بنضمرهاش يعني المساحة دي ما بنضمرهاش اللي ممكن يزرع بيها عليها مثلا زراعات اللي هي ما لهاش جدور يعني مثلا زي البرسيم وخلافه ممكن يتزرع على الوحدة نفسها طيب ده فيه وجه استفادة يعني من نواحي كتيرة يعني مش كده بس وزي ما كانت مننا بتقول حضرتك أن احنا نقدر نستخدمها للزراعة وللبيوت وممكن كمان تستخدم المنشآت أخرى بالضبط احنا فيه تعامل مع بعض المصانع الكبرى اللي هي بتطلع مخلفات عضوية عنده استعداد ينفذ وحدة كبيرة تطلع غاز ويحول الغاز ده إلى كهرباء أو يستخدمه فيه الموالدات بتاع في الغليات بتاعته اللي بيستخدمها في المصنع ده بالإضافة ليه ببعض الوحدات الكبيرة اللي تنفذت دلوقتي في مصر يعني ليه استفادة من الحمقة النتجة فيه محطات معالجة صرف الصحي وده بالفعل متنفذة فيه محطة الجبل الأصفر هنا في القاهرة وإحدى المحطات في محافظة كافرشتيغ في مدينة سخة اللي بيستفيدوا من الحمقة ببرضو بنفس التكنولوجي لتحولها إلى كهرباء داخل المحطة نفسها أو المحطة نفسها هل فيه توجه أن يتم الاستفادة من الأماكن اللي بيكون فيها رؤوس مشية كتير يعني مثلا مزارع تسمين المواشي حديقة الحيوان لو فيه سيرك مترقل أو سيرك سابت يعني أماكن تواجد الحيوانات بشكل كبير هل فيه يعني خطة كده من الدولة أنها يتم أو من عندكم يعني أنه يتم استغلال هذا الكم الكبير من الروط من المشية بدل ما يتم التخلص منه بطريقة تكون مؤزية والحقيقة بالفعل احنا المشروع اللي بنفذه في محافظة الصهاج مثلا تدخلنا أو تواصلنا مع جمعة صهاج كلية الزراع عندهم مزرعة مواشي وعملنا لهم وحدة هناك في المزرعة لأن مزرعة المواشي طبعا بينتج منها ألباء أنهم محتاجين يعمل لها تسخين الألباء وبسطرة وخلافه وعملنا لهم الوحدة فعلا والوحدة شغالة دي وقته في جمعة صهاج بالإضافة الوحدة كمان وحدة تعليمية في كلية الهندسة جمعة صهاج برضو للطلبة عشان يستفيدوا بيها ويحاولوا يتواصلوا أو يتواروا التكنولوجيا بتاعتها دي بالإضافة ليه وحدات تلات وحدات عملناها في المدارس الزراعية في محافظة صهاج برضو عشان برضو ندي فكرة للشباب اللي هم صغيرين عشان يساعدون في نشر الفكرة ونشر الوعي لأهليهم اللي موجودين بالإضافة لأن توصلنا مع أحد السادة المحافظين في جنوب المصر يعني عنده برضو مزرعة مواشي تبع المحافظة كبيرة وحطنا له تصميم للوحدة إزاي يستفيد بيها وتتنفذ فين بالضبط وتطلع كمية غاز قد إيه والغاز ده ممكن يتحول لكهرباء إذا كان عايز يحوله لكهرباء وكمية السماء دي يستفيد بيها إزاي والغاز ممكن لو مش عايز يحوله لكهرباء ممكن يستفيد به كغاز تسخين في الغليات بتاعته طيب إقناع المزارعين بحاجة دي كان سهل هو الحقيقة بتبقى في الأول لما بننزل القرية بتبقى في الأول الناس يعني بالذات لو ما يعرفوش البيو جاز بتاخد وقت شوية لحد ما نقنعهم إنما مجرد مواحد بس بيتنفذ عنده الوحدة ويشوف النتائج بتاعتها زي ما حضرتك عارف الفلاحين إخواننا يعني بيحبوا يقلدوا بعض أو يحبوا يعني يعودوا يتكلم مع بعض الطبيعة النفس البشرية لما بنبقى شايفين حاجة طيبة بنبقى عايزين يبقى عندنا أنا كنت في الغربية من كام يوم المواطنين هناك مبهورين بالإنتاج وبالتالي من نفسهم الجران بدأوا يقولك خلاص إحنا عايزين نعمل وحدات زي يروحوا فين بقى اللي عايزين يبقى الحقيقة إحنا عندنا زي ما قلت لحضرتك عندنا طريقين إما بيجي لنا منح من الجهات المختلفة عندها استعداد تنفذ فبنجمع المستفيدين اللي موجودين في مكان واحد عشان أقدر أنزل لهم شركة تنفذ لأن إحنا مضربين أكتر من 26 شاب وفتاة وعمل لهم شركات زي شركات صغيرة يعني للتنفيذ هذه الوحدات لأن ده ظهرنا من أحد الأدوار بتاعتنا أن إحنا نساعد الشباب كمان في التدريب إما المواطن لو عنده مزرعة كبيرة أو مصنع وخلافه وهو هينفذ على حسابه إحنا ما عندناش مانع بيتواصل معنا طبعا وبيننفذ له الوحدة من خلال الشركات اللي إحنا دربناها أو من خلال صندوق دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ده عاملين معه بروتوكول برضو بيدي جزء منحة 40% منحة و60% قرض بحيث أنه هو المواطن يعني نجبره أنه يتعامل ويستفيد من الوحدة ويتم لها استداما طيب الفترة المقبلة نقدر نقول أنه نحن هنشوف ناس من أصحاب المزارع بيقبلوا على التقدم لمثل هذا المشروع حتى لو بيتم وجود مدأ نبيب غاز في المنطقة ممكن يبقى المكان بيتمدله غاز وهو عايز يحسن من الدخل أو يقلل من الخسائر اللي موجودة في روة المشاياة اللي عنده هو الحقيقة إحنا بنستهدف أكتر الأماكن اللي مش مخطط في قطة الدولة إن هي يتنفس فيها ده الصبيعي ولكن لو زي ما حضرتك بتقولي مستفيد عايز يعمل وحدة كبيرة بالذات في المكان حفرها حيكون برضو أربعة في أربعة زي العنبيوت ولا احنا نتكلم في الأحجام بتتراوح حسب المساب الأربعة في أربعة دي الواحدة الصغيرة اللي هي بنسميها تلاتة متر مكعب دي أبعد لو طبعا المساحة كبرت شوية ستة متر بتكبر المساحة اللي نحتاجينها وخمسين متر وهكذا ده بيتوقف على كمية يطلع عنده كمية كبيرة جدا من السماد ممكن إذا ما استفدش بيها في الأرض بتاعه بتاعته ممكن يباعها وده سعرها بيوصل 400 و 500 جنيه للطن الواحد طبعا بتفرق معي طيب احنا كده عندنا تلات نمازج فيه مواطن عايز يوصل هو على حسابه شخصي وفيه واحد تاني بيتقدم عشان يعمل واحدة عنده فبنستنى نشوف الجهات المنحة وفيه حد تاني من خلال جهاز دعم المشروعات المتوسطة صغيرة ومتوسطة ومتنهات الصغر بيدفع 40% كمانحة والباقي بيتقصت مزبوط هو بيتقدم فين هل بيروح للمحافظة بتاعته مثلا يقولهم أنا عايز عامل واحدة لا هو بتواصل مع مؤسسة طاقة الحاوية ودي يعني مكانها معروف ليكون مكاتف المحافظات لا احنا يعني مؤسسة مركزية في القاهرة هنا احنا اللي بنتحرك بنتابع التنفيذ مباشرة بالتنسيق مع حياة كريمة اللي ليهم بكاتف المحافظات او بتنسيق مع الفروع الاقليمية الخاصة بيجي هاي الشؤون البيئة لان احنا عاملين برضو تعاون معهم بحيث ان احنا نتواصل ونتحرك في كل المحافظات الجمهورية معظيم وانه بالتنسيق مع حياة كريمة فاحنا ممكن المواطن يروح للمنسقين حياة كريمة اللي موجودين في المحافظة بتاعتهم بتاعته يتقدم بالطلب يقولهم انا عايز اعمل الواحدة تحت البيو جاز بالضبط كتا اكيد سعداء بوجود حضرتك معانا دكتور احمد فاروق البري المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة شكرا جزيلا لنجوك شكرا لك يا فاتن شرفتنا ونورتنا